اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن الله جل وعلا خلقنا لغاية واحدة وخلقنا لغاية محددة وهي عبادته جل في علاه وترك ما يضاد هذا الأمر الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا وهذا ما أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتنة فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته والله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا وهذا هو الأصل الأصيل الذي دعا إليه كل الأنبياء وكل الرسل من لدن آدم إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٌ رَسُولَ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل نبي وكل رسول كانت أولى دعوته وأصل أصوله الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والنهي عن ضده وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى ولا شك أن العبادة لها تعريف عند أهل العلم فقد عرفها شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله بقوله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهذه العبادة هي أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة ميزتها أنها يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهذه العبادة لا بد أن يجتمع فيها أمرين اثنين هو كمال الحب لله جل وعلا وكمال الذل لله سبحانه وتعالى فلا يكفي أن نحب الله جل وعلا ولا نذل أنفسنا له جل في علا ولا يكفي أن نذل نفسنا لله جل وعلا ولا نحبه فلا بد أن نجمع الأمرين معا وهما كمال الحب لله جل وعلا وكذلك كمال الذل لله جل في علاه وهذه هي العبادة التي يرضاها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهذا هو التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل بل إن هذا التوحيد وهذه العبادة التي من أجلها أرسل الله جل وعلا الرسل وكذلك أنزل الكتب وكذلك قاتلت بها الرسل أقوامهم المعارضين لهم من أجل هذا التوحيد لأن التوحيد يأتي على ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير وكذلك التوحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأرسل الله من أجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب وقاتلت بها الرسل معارضيهم من أقوامهم كذلك توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وهي أن نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وذلك لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلابد أن نوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن نعبد الله سبحانه وتعالى كأننا نرى الله جل وعلا وهذا هو الإحسان الذي أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بالخطب رضي الله عنه أنه عندما أتى جبريل إلى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة عندما سأل عن الإسلام أجابه بأركانه الخمس شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتائزك وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيله وكذلك عندما سأله عن الإيمان أجاب بأصوله الستة وهي الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيري وشره وعندما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالله سبحانه وتعالى يراك حين تعبده ويراك حين تعصيه والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا بد عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة وأيها المؤمن وأيتها المؤمنة أن تعبدون الله حق العبادة وأن تعبدون الله كأنكم تروه فإن لم تكن تروه وهذه هي الحقيقة أنكم لن تروا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالعبادة لا بد أن نأتي بها على وجهها الشرعي فالعبادات منها عبادات ظاهرة ومنها عبادات باطنة فالعبادات الظاهرة كثيرة منها الأركان الخمسة الشهادة ألا إله الله وأنه محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام ومنها عبادات باطنة وهي التي تكون محلها القلب مثل أصول الإيمان الستة كالإيمان بالله الإيمان بوجوده وربوبية والولهية وأسماء وصفاته كذلك الإيمان بالملائكة أنهم خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكذلك الإيمان بالكتب وأعظم هذه الكتب وهذا الكتاب العزيز للقرآن الكريم كذلك الإيمان بالرسل وأعظم الرسل وأشرف هؤلاء الرسل هو الذي جمع الله سبحانه وتعالى له بين النبوة ورسلة هو نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل كذلك الإيمان باليوم الآخر ومنه ما يكون في القبر وكذلك قيام الساعة وكذلك الجنة والنار كذلك الإيمان بالقدر خيري وشره وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذه العبادات منها عبادات ظاهرة كأركان الإيمان الخمسة كأركان الإسلام الخمسة ومنها عبادات باطنة كأركان الإيمان الستة فالإسلام بقواعده الخمس والإيمان بأصوله الستة لا بد أن نعي هذه الأمور حق العناية حتى نعبد الله جل وعلا وأي عبادة لله سبحانه وتعالى وأي عمل صالح لله جل في علاه لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بتحقق أمرين اثنين وشرطين أساسين وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكذلك متابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه الكريم قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى حنفاء أي على سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهو محسن أي على سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه العبادة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته لا تتحقق حتى نأتي بوجهها الشرعي كما أمر ربنا جل وعلا ولا بد أن نخلص فيها لله سبحانه وتعالى لا نشرك به أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فحق علينا إخواني الأحبة أن نعبد الله بإخلاص لله سبحانه وتعالى وبمتابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العم نافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام أنشطتنا وفعالياتنا لهذا اليوم نلتقيكم غدا مع أنشطة جديدة بإذن الله وجولة جديدة من خلال عدسة إطراء لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر